اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم اشب شان جيامر زولد معكم محمود بيبو وحلقة جديدة وشفنا حلقة بتاعت المبارك وشفنا عمر لما فاز بالحساب الجباوي اللي احنا ادناهوله بتاع عمر برضو نهاردة هنتكلم عن كهف الارواح كهف الارواح يمكن في التحديث اللي فات وقالوا ان هما هيقفلوه وقالوا ان هما هيحدثوه فهم قالوا انه هيتقفل لفترة عشان التحديثات اللي هتحصل فيه ايه التحديثات اللي هتحصل فيه لسه مش حارفين ولكن احنا النهاردة هنزوره لاخر مرة طبعا مفكركم هدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل لخمس تلاف مشترك الفترة الجاية في اي حد بيتخرج علينا مش دايس الزرام المتابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجراز وخلونا نتكلم عن اول تغيير حصل التغيير حصل من التحديث اللي فات وهو تغيير في الجاوزة اليومية اليوم الخامس واتناشر وتساتاشر والستة وعشرين كانوا بيدونا حاجات من آآ التوتومز بتاعة كهف الارواح فغيروهم غيروهم بآآ زي ما شفنا كده ويسكي وكحل وآآ صالفر وبروت احنا النهاردة هنروح كهف الارواح فاغدين يمكن الحاجات اللي بنفتح بيها التوتومز وهنروح النهاردة نفتح التوتومز الاخر مرة زي ما شايفين آآ وخاتم الارواح هندروح طبعا كهف الارواح كهف الارواح طبعا مكانه غريبا مش هيدغير مع التحديث ولكن هيتقفل اعتقد ان هو هيتشلمل على الخريطة آآ او مش هيبقى آآ متفعله وانك تروح له اعتقد ده ده اللي هيعملوه لانهم قالوا ان هم هقفلوه خالص انا معرفش برضو هل هقفلوه خالص بمعنى ايه طبعا اهم حاجة برضو آآ او يعني من الحاجات المهمة جدا احنا نبهنا عليها قبل كده انك تفضل السندين اللي موجودة لان انت مش تقدر تروح هناك ففضل السندين اللي موجودة وهم كمان نبهوا قالك لو حد يشغل حاجة هناك يشيلها عشان برضو الناس تبقى مستعدية كهف الارواح هننزله الى اخر مرة قبل ما يتحدثوا قبل ما نشوف التغيرات اللي فيه طيب خلونا طبعا نخش آآ الناس اللي ما لعبتش كهف الارواح او الناس اللي لسه مستوى ليل فما دخلوش كهف الارواح احنا كده كده كنا نرعبين كهف الارواح ودي فرصة دلوقتي يلعبوا كهف الارواح القديم قبل ما يخشوا على الجديد كده كده هو موجود يمكن بصورينه آآ بتغالي مرتين كاملين لعبين كل الدوار او كل الابواب اللي موجودة فيه آآ ناخد بالنا هنا من آآ النمر ده آآ مستوى خمسة واربعين عشان هنشوف احنا هنحدث آآ المستوى وطبعا ناخد بالنا اللي موجودة دي آآ دي بتنزل لي ارواح هيونات زي ما تشايفين نزل لي آآ هو تطم زئب فبينزل لي اتنين من الزئاب. آآ الحتة الاولانية دي آآ ما سابتة ما بتضيارش نفس المستويات الناس اللي فيها او نفس آآ الوحوش اللي فيها هو كل الوحوش اللي موجود فيها يا اما آآ يا اما آآ فيه يمكن آآ شبح واحد بس وهنشوفه. السنديق هنا برضو مش قوية قوي والسنديق يمكن ما بتختلفش مع كل مرة هو المفروض ان هو كل خمسة ايام بيجدد. بيتراستر يعني. فاحنا نقدر نلعبه مرة او نقدر نلعبه على مراحل في خلال آآ الفترة اللي بيكون موجود فيها آآ الخمسة ايام. هنا ده التوتم بتاع آآ دب. فهنبتدي ناخد هنا روح دب. وناخد بالنا ان دول اشباح دول مش حاولي خيائية. آآ حقيبة فاضية. مش عارف لي فاضية. بقولها كماشي. آآ طبعا التوتم بيبقى لي آآ مدة معينة او بيبقى لي آآ كمية معينة. يعني بتاع الدب ده بيطلع دب واحد بتاع الزئاب. آآ الاغلب طبعا آآ كهف الارواح الميزة اللي فيه ان هو بتاع او او المصدر الرئيسي الى آآ اللبس الهندي. يعني آآ احنا ساعات بقى بينزل في المهمات. خصوصها المهمات بتاعت آآ تجارب قدال وادي. ساعات بيدوننا اسلحة او آآ لبس هندي. وبيبقى الروح بتاعه عليه. وده حقيقي. ولكن آآ قبل ما يعني زمان ما كانش فيه غير آآ كهف الارواح. آآ نمرجاير اهو. اللي موجود انا معرفش هو بيتنطق ايه بالزبط. آآ نمرجيار او نمرجيار. ده شبح لصوص وناخد بنا ان المستوى خمسين. تمام? آآ عشان احنا لما ننزل تحت هنشوف المستويات هتعلى شوية لان احنا هنرفع المستوى. الكهف فيه عبارة عن اربع آآ ابواب زي ما انتم شايفينهم كده. وفيه هنا آآ فيه جسة او فيه آآ مكان بيبقى موجود فيه ختم الارواح. وناخد بنا ان هو سحر اتنين زي اللي معي. ليه? لان انا لعبت سحر واحد ورفعت مستوى مرة احنا بس. طبعا فيه ناس وصلتوا لحد اعتقد ان هو بيوصل لحد مستوى خمستاشر او ستاشر. هنحطه هنا وبنورة ما دوسنا تفعيل لو دوسنا تفعيل هيرفع لو بيبقى ان هو سحر اتنين فهيرفع المستوى بتاع الجوائز الوحوش الى مستوى تلاتة. ناخد بنا هنا هديوله ده تلاباك اهو فبيتحط فيه الحاجات بتاعت تلاباك تمام? اللي هم العملات اللي موجودة دي. بيفتح باربعين. فمنجرد ما احط واقوله اه افتح الصندوق زي ما انتم شايفين كده الصندوق. طلع فيه علامات واقدر افتح الصندوق. وناخد بنا ان التوتم نفسه بقى فيه شغلة من فوق. آآ زي آآ يعني اشعالنا فيه النار او قدمنا ليه آآ يعني آآ فدوء او تضحية يعني. آآ فقدر ان هو يفتح لي الصندوق بعد كده. كمان? وزي ما انتم شايفين كده يمكن فيه حاجات اعتقد آآ هو طبعا الكهف اللي او راح يعني مستوياته اللي بيلعبوه من بداية من خمسين فادخل الحاجات دي بتبقى مفيدة جدا في مستوى خمسين زي ما انتم شايفين فيه تقم لبس كامل. وانا مش عارف ليه هم ليه حاطين ليه كوب عطين قوية هو كان بيديني تقم كامل. ما عرفش ليه كوب عطين. آآ ما عرفش برضو هم ابتدوا يشتغلوا عليه في الحاجات في الخلفية ابتدوا يشتغلوا ليه هما قالوا هيقفلوه خالص في وقت هيجوا يقفلوه خالص. ولكن آآ دلوقتي يمكن حاجات اللي تحت دي انا مش محتاجها قوي او ممكن اما درجع ناخدها في وقت تاني ولكن انا عشان المساحات اللي معي. آآ طبعا ناخد بنا من الاكل اللي موجود هنا لان الاكوين الموجود طبعا لما جيت افتحه وقال للجزية اه مطلوبة وناخد بالنا ان هنا ونياكا ده بيفتتح بخمسة بس. انا طبعا معي خمسين. كتير قوي. انا مش عارف دخل لي. مش محتاجيني. اه احنا كده كده كلهم مش محتاجينهم لان خلاص احنا هنفتح المرادي ومش هنستخدمهم تاني. حتى هم بطلوا وطلعوا فهلس مش هبقى لهم لازمة واعتقل ان هم هيدونا عنه او هيدونا تعويض عنه. زي ما انتم شايفين كده امبوب غير شائع. اه هنا برضو اه مطرقة القبيلة الجليدية وناخد بالنا ان هي دي سحر واحد بعد كده هتزيد. حزاء مقالية سحر اتنين. وحزاء اه تشانشب. وناخد بالنا ان الاتنين دول بيزودوا سرعة الراجل. ولكن ملحق سبيد والروح. واحد بيزود السرعة واحد بيزود سرعة الضرب. واحد بيزود الروح. تمام? التالت برضو لو جيت افتحه. مش خارجة افتح. اه توتهم الحامي اللي هو الجلاسكاب. اه ده بيتفتح بخمسين واحدة ويمكن دول اكترهم موجودين يمكن كميات كبيرة جدا بمجرد ما هفتحهم. اه يمكن ده اه يعني احنا خدناهم بالاقوى السنديق او يعني هي مش اقوى قوي لان برضو هنا ده الصندوق هتلاقوا برضو فيه آه لفافات وهتلاقوا في حاجات تانية. ولكن ده يمكن اضعف صندوق فيه. آآ الاكل هنا طبعا كله وناخد بالنا ان الاكل المجفف والسمك المجفف آآ السمك المجفف ما مش هعش يصلح بيه. وناخد بالنا ان هو بيزود العطش. يعني هو بيعالج الاكل الجوع. تمام? ولكن بيزود العطش لان هو يا اما مجفف يا اما مملح فناخد بالنا من الموضوع ده. آآ من اهم الحاجات طبعا الناس اللي هتعملها وهي راح كهف الارواح. انه ياخد مية. معاك. المية مهمة عن الاكل. الاكل هنا في كتير زي ما تشايفين فيه نحمة مجففة. ولكن نحمة المجفة هو بيزود العطش مينس اتنين. يعني الجوع خلاص هيزود اربعين. بيزود العطش. فناخد بالنا من النقطة دي. كده احنا فتحنا التلات سنة دي اللي موجودين هنا. لاخد مرة هنفتحه. وناخد بالنا ان احنا عندنا اربع آآ بمان. ده الباب الاولان. ده الباب التاني. ونبتدي ناخد بالنا برضو. ان اللي هيلعب كاف الارواح من من دول يبتدي من ناحية اليمين. لو اللي يفكر يرعبه دلوقتي قبل ما التحديث الجاي. فهيكون هو ده المطلوب منه ان هو يفتح يبتدي من ناحية اليمين. طبعا هنا احنا هنفعل الخط وناخد بالنا ان دي مهمة من المهمات. ودي برضو نقطة. عشان في ناس كدير بتطلب مني ان انا اعمل بداية جديدة. انا هعمل بداية جديدة ان شاء الله مع التحديث بتاع كاف الارواح عشان آآ نشوف بقى التغييرات اللي حصلت جوة المدينة. والتغييرات اللي حصلت في كاف الارواح بالمرة اللي في مهمات مهمة جدا محتاجين نحن نرعبها في كاف الارواح فهنشوف ايه التغييرات كمان اللي جوة كاف الارواح طبعا كاف الارواح هنرعبه لوحده آآ مرة تانية. انا بالنسبة لي بافرح بالتحديثات دي لان كده بتديني فرصة ان انا هحعمل فيديوهات ممتعة وفيديوهات تفيد الناس. فدي نقطة من اللقات الحلوة ان انا بحب التحديثات عشان كده. طبعا الارواح اللي كانت معي فوق ما نزلتش معي ولكن اول ما نزلت فيه طبعا بتاع دبهو ونبتدي بقى ناخد بالنا هنا من اهو بقى مستوى سبعة واربعين وخوته بقت ستمائة وخمسين. بقى اخوة. تمام? ليه? لان انا فعلت الختم. الشبح بقى مستوى اتنين وخمسين كان الفوق مستوى خمسين وهكذا. انك كل مرة ما بيتفعل بيزيد كل ما مرة بيتفعل بيزيد. في ناس اصل لحد مستوى خمستاشر ومستوى سبعتاشر وبقت عفوا هو انا بتاقلي هو اخرهم ستاشر. اا اعتقد ان اخرهم ستاشر لان برضو مش معلولها لحد لاعب يقول لي اا يقول لي هو وصل لحد مستوى كام? اا الجوايس بتزيد وكل حاجة ولكن انا ما ما كنتش شايف ان هي اا زاتها فائدة قوي. اا خصوصا حتى اللبس الهندي والدروع الهندية. مفيدة طبعا لان طبعا هي بتزود الروح. بتزود السرعة. آآ جوزنا هي ممكن الميزة الاكتر ان هي بتزود الروح وانا كنت شايف ان كل الحاجات اللي بتزود الروح آآ مفيدة. انك هتعوض انت النقاط بتاعت الخبرة بتاعتك او النقاط اللي انت بتصرفها على 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 الروح والاشياء المسيلة دي. هتبتدي تزود مسلا بيها سرعة تزود بيها ضرر وهتبتدي بعد كده تستخدم آآ الحاجات اللي معاك اللي بتزود الروح فانت خلص هتبقى معوض نفس يعني تبقى موازن الموضوع ان ك معاك لبس مزود مسلا الروح فيبقى خلاص الحيوانات ما بتجيبش عليك وفي نفس الوقت انت بتضرب بسرعة فهتقتل قطع الطرق آآ باسرع فعبا انت استفدت من ناحيتين آآ اعتقد طبعا اللي لعب الكافي الاروحب لكده كان فيه بيبان مقفولة واعتقد ما اعتقدش برضو هنا برضو ده السمك المجفف فهو العطش مينس اتنين فانا خد بالنا برضو الموضوع ده وده غير السمك بتاع التصليح عشان وما ينفعش نبدله بسمك التصليح يعني عشان برضو آآ انا اول مرة خلص لعبته وخدت السمك قلت بس سمك اروح اصلح بيه آآ حاجة هيلة جدا لقيت سمك جواه كاف الاروح يلا بينا خدته طبعا روحت للراج اللي هو عايز سمك ما طب سمك مجفف فقالي ازاي ده هو اصلا سمك مجفف مش هينفع يتقلي ما علينا المهم آآ الببان المقفولة اعتقد ان دي ممكن يبقى فيها اضافات ولكن آآ انا اعتقد ان هما مش هيكونوا آآ فاتحين ابواب مجرد ان هي هتفتح ابواب آآ جديدة او هيفتح ختة جديدة وخلاص طبعا احنا ماشيين في كاف الارواح احنا مش هلعبوا كله طبعا ولكن احنا ماشيين لحد امسين اول آآ وحش ولا حاجة هنقتله وبعد كده آآ نخرج تاني آآ اللي اللي بواب دي آآ طبعا كان قاله قاله وهم كانوا قايلين حتى سعيتها قال لك ان دي احنا سايبينها لو في تحديثات في المستقبل هنضيفها فده كان شيء كويس ولكن انا ما اعتقدش ان ده التحديث اعتقد ان هما هيغيروا فيها في نفسه بتاع الكهف آآ لان هما اتقال لهم افكار كتير اتقال لهم ان الخرايط تبقى اكتر من خريطة انك بحيث انك لما تبقى نزل الكهف انت مش هايف انت فأني خريطة. آآ حتى لو تلات اربع خرايط وانت وحظك بيطلع عني واحدة ده هنا دوسنوكوفا تمام? حارس الكهف. ومستوى تامانين ولكن طبعا الحيوانات اللي معايا آآ آآ اتالته. طبعا في جميع انواع هنا الوحوش وده المكان الوحيد. عشان برضو اللي بقى عارفين ده بنقتله فيه. يعني هنا هنقدر نقتلو هنديجوة عاجي. طبعا هو هو تجارب عدالة الوحيدة لان هما هنا اشباح. فهما مش الحيوانات الحقيقية. او مش الوحش الحقيقية. الوحش الحقيقية آآ ما نقدرش آآ نقتله. نخوخه بس بالشو الله خلاص. هنفتح السندوقين هنا مع الوحش. نشوف ايه الحاجات اللي جواهم. آآ زمان انا كنت بحب يعني لما لما جيت هنا كانت الميزة في الاسلحة الهندية. يعني دي كانت الميزة الوحيدة انك بيتلاقي اسلحة الهندية دي مش موجودة اصلا في اللعبة غير هنا. ولكن آآ اللي انا مستغرب له ان هنا زي ما انت شايفين رسومات مقايا السحر تلاتة واحزاء تشنشب سحر تلاتة ويقص صياد سحر تلاتة. ولكن الحاجات عايزة تصلح. ولم يستغرب هو ده هل ده مع التحديس ولا هل ده يعني مش عارف صراح. اعتقد ان التحديس هيكون احنا طبعا نسا مش عارفين ولسا ما دلناش معلومات عنها عند التحديس ولكن اعتقد ان هم مش مجرد هيفتحوا البيبان بس. عشان بس آآ الناس تتخيل ان هما لا هم عملوا نزام جديد في الكهف اكيد هيغيروا حاجات كتير. واتمنى ده عشان ما يبقاش آآ تغيير ان هما فتحوا بابين زودوا كم وحش جوه وخلاص. يعني اعتقد ان هي ساعتها مش هيبقى في فايدة. واعتقد ان هو لو كده كانت تبقى سهل عليهم ان هو يزود كم وحش. ما كانش هيحتاج ان هو يقفل. هو اكيد هيقفله. لان هو مش عايز حد يخش يلغبط له الدنيا جوه. آآ دي كده كانت زيارة وفتح للسنديق بتاعة كهف الارواح لاخر مرة. وعشان احنا هنستنى وهنشوفه تاني كهف الارواح بعد ما يتقفل ان شاء الله في التحديث الجاي ده. وهنشوف آآ ايه التحديث نفسه هيكون عامل ازاي? وهيكون اكيد هيكون تحديث كبير. كده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا. فكركوا بهدفنا ان شاء الله ان احنا وصل خمس تلاف مشترك الفترة الجاية. فاي حد بيتفرج علينا بيش دايس عزرام وطبع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس. وانسيسوش لكو كوميت وشير واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكو.